فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اجتمل عليه لما حصل به المقصود نعم قوله فيك جاهلية الصحابة يعرفون أن ما كان من الجاهلية فهو مذموم فأبو ذر فهم هذا ولذلك ندم لما قال إنك امرأ فيك جاهلية ندم على ما حصل منه وعرف أنه أخطأ فطلب من الرجل الذي تكلم فيه طلب منه المسامحة وطلب منه أن يعفو عنه وعدل في المستقبل كما حصل له مع مملوكه كما في الحديث فهذا الدليل على أن الصحابة متقرر عندهم أن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم فإذا قال الرسول هذا من أمور الجاهلية كفى ولم يحتج لأن يقول هذا محرم أو هذا منهي عنه ترجمة نانسي قنقر